موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة الأخبار الأخيرة لهذه الليلة والبداية بالعنوين خادم الحرمين الشريفين والسموالي العهد يهنئان رئيس جمهورية سربيا بذكر اليوم الوطني لبلاده المملكة تعرب عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن قائمة الدول عالة المخاطر في مجال غسل الأموال موسيقى والجبير يشدد على أن مؤتمر وارسو خطوة مهمة في التصدي لسياسات إيران العدوانية موسيقى أهلا بكم حظيت منطقة الرياض وضمن مسيرة النهضة التنموية والتطوير الطموح التي تشهدها مناطق المملكة المختلفة حظيت بجملة من مشروعات الخير والنماء على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تعين الإبن سلمان بن عبد العزيز أميرا للرياض ونسأل الله الدوفيق والسلام من هنا بدأت الرياض في قلب سلمان حيث تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منصب أمير منطقة الرياض إحدى أكبر مناطق المملكة في المساحة والسكان وعاصمة الدولة في مرحلة مهمة من تاريخ هذه المدينة حيث تم تعينه بداية أميرا لمنطقة الرياض بالنيابة وهو في التاسعة عشرة من عمره في السادس عشر من شهر مارس لعام أربعة وخمسين من الميلاد وبعد عام واحد عين حاكما لمنطقة الرياض وأميرا عليها بمرتبة وزير واستمر أميرا للرياض لأكثر من خمسة عقود أشرف خلالها على عملية تحول العاصمة من مدينة متوسطة الحجم إلى إحدى أسرع العواصم نموا في العالم العربي اليوم إمارة الرياض شهدت خلال توليه العديد من الإنجازات والمشاريع الكبرى وتضم العاصمة عددا من المعالم المعمارية البارزة وهي تمتد على مساحة عمرانية تجعلها من أكبر مدن العالم مساحة بالإضافة إلى إمارة الرياض تولى الملك سلمان بن عبد العزيز خلال مسيرته العديد من المناصب المهمة والمسؤوليات الرفيعة في البلاد في نوفمبر 2011 عين وقت ذاك وزيرا للدفاع شهدت في عهده تطويرا شاملا لقطاعات الوزارة كاملة كما أشرف حينها بنجاح على مناورة سيف عبد الله العسكرية والتي تعد أكبر مناورة في تاريخ القوات المسلحة السعودية وفي عام 2012 أصدر الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع في عام 2015 للميلاد تمت مبايعة خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملكا للبلاد سلمان ذاكرة الرياض وامتدادا لهذه المسيرة المباركة حظيت الرياض وضمن مسيرة النهضة التنموية والتطوير الطموح الذي تشهده مختلف مناطق المملكة بجملة من المشروعات التنموية والاقتصادية التي رعى حفلة تدشينها وإطلاقها خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لرسم خطى المستقبل لمستقبل في مختلف القطاعات الملك سلمان بن عبد العزيز هو مهندس الرياض الأول وراعي نهضتها وقد أفنى زهرة شبابه للارتقاء بها إلى مصاف العواصم العالمية حتى أصبحت واجهة عالمية وصانعة للقرار بالمنطقة والعالم بعد خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس أليكسندر فوتيتش رئيس جمهورية صربيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده كما بعد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية تهنئة مماثلة لفخامة رئيس جمهورية صربيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله يوم غد الجمعة حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد بميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية أعربت المملكة عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن قائمة المقترحة للدول للراعية أو عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من المفوضية الأوروبية والذي يأتي رغم إقرار المملكة وتنفيذها خلال السنوات الماضية للعديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم وكدت المملكة مجدداً التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي حيث أنها تقود إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا مجموعة عمل مكافحة لتمويل تنظيم داعش الإرهابي وكان تقرير التقييم المتبادل حول المملكة والذي نشره فريق العمل المالي فاتف في سبتمبر من العام الماضي قد أشاد بمستوى التزام المملكة بتوصيات المجموعة وأوضح التقرير أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة وقد أكد وزير المالية محمد الجدعان أن التزام المملكة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية داعيا المسؤولين في المفوضية الأوروبية وعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض للإطلاع على الجهود المبدولة في هذا المجال وفي الشأن ذاته نددت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو بشدة بموقف المفوضية الأوروبية السلبية من المملكة والمتمثل في إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول العالية المخاطر وأضح المدير العام للإيسيسكو الدكتور عبد العزيز التويجري في بيان أصدرته المنظمة اليوم أن المملكة شريك فعال في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وشرعت في تنفيذ رؤية استراتيجية ومبادرات جديدة لمكافحة الرسائل الإرهابية وتعطيل تمويل الإرهاب بصفتها عضوا مؤسسا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الكبير أن هناك اجتماعا دوليا على رفض سياسات إيران العدوانية والتوسعية وقال على هامش مؤتمر وارسول الأمن والسلام في الشرق الأوسط قال إن الضغوط السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها إيران أثرت عليها بشكل كبير وإن سياساتها العدوانية هي سبب لما تعيشه الآن من عزلة الآن إيران تخضع لعقوبات شديدة أثرت على صادراتها من النفط أثرت على داخلها أثرت على قدرتها للتجارة في العالم الضغوط الاقتصادية على إيران حتى تزداد الضغوط السياسي على إيران حتى تزداد ونحن أتوقع أنه أو نأمل أن إيران تعدل سياساتها وتحترم مبدأ القوانين الدولية ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ومبدأ حسن الجوار وتكف عن دعمها للإرهاب وتسليم صغوليخ بلستية لمنظمات إرهابية وتعيش كدولة طبعية في المنطقة كلنا نأمل ذلك لكن السياسات التي اتخذتها إيران سياسات عدوانية وهي اللي أدت إلى عزلة إيران في المجتمع الدولي الآن وتابع الجبير بالقول أن خطر النظام الإيراني وأحد المجتمع الدولي للتصدي لأنشطته المزعزعة للمنطقة سواء عن طريق دعمه للإرهاب أو عن طريق تسليمه الصواريخ الباليستية لمنظمات إرهابية أنا أعتقد أنه كان فيه إجماع في العالم أن سياسات إيران العدوانية والتوسعية غير مقبولة وأن دعم إيران للإرهاب غير مقبول وأن تسليم منظمات إرهابية صواريخ الباليستية أمر غير مقبول هذا الإجماع كان موجود في العالم الاجتماع اليوم كان أكد على الشيء هذا بحضور أكثر من 60 دولة كما ذكرت كلها ملتزمة في منع إيران من زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة فمن ناحية هذه تعتبر خطوة مهمة جدا في تصدي العالم لسياسات إيران العدوانية وعلى هامش أعمال مؤتمر وارسو أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه لا يمكن ضمان تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط إلا من خلال مواجهة إيران واعتبر بومبيو في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر أن لطهران تأثيرا شريرا في سوريا ولبنان واليمن والعراق الأمر الذي استدعي تشكيل تحالف عالمي لمواجهتها ووصف الوزير الأمريكي إيران بأنها أكبر خطر أمني على المنطقة معتبرا لقاء وارسو منعطفا تاريخيا لمواجهة هذا الخطر وحمل بومبيو إيران مسؤولية الحملات الإجرامية في عموم أوروبا والتي أصبحت ظاهرة عالمية معروفة متهما في هذا الصدد الحرس التوري الإيراني بالقيام بمحاولات إجرامية في العديد من البلدان الأوروبية من جانب آخر جدد وزراء خارجية المملكة والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة التزامهم بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن وتأيدهم لبنود اتفاق السويد بين طرفي الأزمة جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة البولندية وارسول بحث الوضع في اليمن وناقش الوزراء سلوكايران السلبية في زعزعة الوضع في اليمن بعد أو بمدها المتمردين الحوثيين في السلاح والصواريخ الفلسية وأجمع الوزراء على تقديم الدعم الكامل للمملكة والعمل على وضع حد لمثل هذه الهجمات من قبل الانقلابيين الحوثيين وخلفائهم من جهة أخرى أتلف مركز الملك سلمان لنزع الألغام مسام أكثر من ثمانمائة وستين لغما زرعتها ميليشي الحوثي بمحافظة الجوف أما ميدانيا فقد لقي سبعة من عناصر التمرد الحوثي مصرعهم في كمين نفذته وحدات من الجيش الوطني بمديرية الحشاء غرب محافظة الضالع وأسفر الكمين عن أسر أربعة من متمردي الحوثي وتدمير معدات تابعة لهم كما سيطر الجيش على اتباب المطلة على خط الزقماء الرابط بين مديريته الحشاء والمناطق المجاورة لمديرية قطعبة إثرى معارك التكبد خلال المتمردون خسائر كبيرة ختام النشر تذكير بالعنوي خادم الحرمين الشريفين وسموه للعهد يهني آل رئيس جمهورية صربيا بدكر اليوم الوطني لبلاده المملكة تعرب عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال والجبير يشدد على أن مؤتمر وارسو خطوة مهمة في التصدي لسياسات إيران العدوانية شكرا لكم مشاهدين الكرام وفي أمان الله شكرا لكم مشاهدين الكرام وفي أمان الله شكرا لكم مشاهدين الكرام وفي أمان الله أمان الله اشتركوا في القناة